ضيوفنا الأكارم الشاعر الديوان العرب قصيدة نبطية مع شاعر امتاز بصدق التعبير وحسن المعاني والمفردة الجزلة ودقة الوصف الشاعر علي بن سعد فلتفضل مشكورا مجهورا السلام عليكم بساكم الله بالخير عنا قصيدة النظم أعتذر لأننا والله حلقي تعبان مرة ولا معي وقت نهايين ولكن نبشره العرض في قصيدة عرضة وإن شاء الله نتجي منكم ومن أبو سيد يا لاللالالالالçons يا لالالال. يا لالالالال. لا لالالال. لا لالالال. واللله انه ما نخلي لزومك وانت منه كلنا ربعك ورأسك يوفي روسنا طلبت الله قبل نظمها العلوم عدها طلبت الله قبل قولها العلوم عدها طلبت الله قبل قولها العلوم عدها مرحبا وعداد نبتأ الثمر في كل عود بالعواني والذي واصل من كل البدود وانت يا مطلق تجملت وكرمت الوفود واخوانك جنبك سيوفا بريعة الحدود والرفاقه لابدالك لزومي جملون والله انما نخلي لزومك وانت من كلنا ربعك ورأسك يوفي روسنا يا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال شكراً للمشاهدة مرحباً مليون يوجيها الرجالي باسم بني شخص وافين الخصالي عندنا للظيف طيب وكرام عادة الله لكرام ولا تزالي جدنا شخص اللي بالمراجل تعلّى مثل شيهان عند راعيه غالي وانت يا مطلقنا سبت أهل الجمائل بني عبد الله أهل النبا والوفا والكمالي اللي لهم بالمجد صيت وقالها مما ضزمنوا في وقتنا الحالي ربعيها للبيرق حماة الطارف ارفاعها للشجاعة صيتها عالي قبيلت لها بين القبال الوقفة تدريبها العربان في كل جالي بيرق جمل تفتخربه ربعي الهيلة غامد أهل الكرم وإيمانها طوالي ومن صحابتنا بن عوف سفياني وابن المغفّل مثل عالي الجبالي وبوضبيان الأعرج راعي الهمّة له في القادسية بصمة ومنزالي ويالله تحفظ مملكتنا وقايدنا اللي جعل للمملكة عز وظلالي واختامها صل على النبي الطاهر وإعداد ما يصرف من البنوك أموالي وسلامتكم شيلة مع الشاب عبدالعزيز بن علي بن جاسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحبوا ثم أرحبوا يا العواني أرحبوا ثم أرحبوا يا العواني والجماعة والخاوي والنسيب عد ما لاحة بروق المخيل عد ما لاحة بروق المخيل عد ما هلات قنوف المخيل أقل طول الكيف بالنين يا معاني أقل طول الكيف بالنين يا معاني والشحم والعودة الأزراق والطيب عندي قوما من خيار الحمايل عندي قوما من خيار الحمايل ألدوا خيل الوفاء والجميل سلامتكم الهدية سنة النبوية ومظهر حب ومبعث أنس تقرب البعيد وتصل المقطوع وتشق طريق الدعوة إلى النفوس وتفتح مغاليق القلوب وتبذل المحبة بين الناس وقد حارس النبي صلى الله عليه وسلم وقد حرس النبي صلى الله عليه وسلم على تشريع كل ما كل ما من شأنه أن يؤلف القلوب فالهدية من هديه صلى الله عليه وسلم التي حظ عليها حيث قال تهاد تحاب رواه البخاري في الأدب المفرد ومالك وصحح الألباني الآن تقديم الهدايا ومع العم جمعان بن دوخي بسم الله الرحمن الرحيم أولا هدايا مقدمة من أصحاب الحفل الشيخ سفر بن دوخي بن علي عبارة عن بشت الشيخ حاضر بن جبار بن علي عبارة عن درع تذكاري الشيخ علي بن دوخي بن علي عبارة عن بشت الشيخ عواض بن عايد عبارة عن بشت الشيخ محمد بن دوخي عبارة عن بشت هدايا مقدمة لأنساب العريس عبد الله بن محمد بن سعيد عبارة عن درع تذكاري أعواض بن محمد بن سعيد عبارة عن درع تذكاري عبد الله بن محمد بن سعيد نسأل الله له الشفاء العاجل يستلم أحد أخواني عنه هدية من السمي لخاله مطلق بن عايد بن جبران هدية لخال العريس سعيد بن عايد عبارة عن بشت عبارة عن بشت عبارة عن بشت لعم العريس سعيد بن دوخي عبارة عن درع تذكاري هدية مقدمة لعم العريس جمعاني بن دوخي الغامني عبارة عن درع تذكاري هدية للشاعر علي بن سعيد بن سالم عبارة عن بشت بشت هدية مقدمة من جبارة بن سفر عبارة عن بشت عبارة عن بشت هدية مقدمة لإستاذ مطلق بن بشر الغامدي استلمها عن نيابة شباب بن محمد الله لكل ما عبر شكرا 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 مشترك حدية لأستاذ علي سفاردوخي عبارة عن بشت هدية خاصة من العريس لابن عم نواف ابن سعد عبارة عن بشت هدية مقدمة من مطلق ابن عايد للعريس عبارة عن سيف ثانيا الهدايا المقدمة للعريس هدية من العم سعد بن دوخي هدية من محمد بن سعيد وولاده هدية من سفر بن سعيد بن دوخي مبلغ مالي عبارة عن 5000 ريال من أحمد بن علي بن دوخي هدية من أخيه نايف بن سعيد عبارة عن مسدس ابو محالة ودرع تذكاري هدية من أخيه سعد بن سعيد عبارة عن بشت هدية من أخيه نايف بن سعيد عبارة عن مسدس ابو محالة ودرع تذكاري هدية مقدمة من سفر بن أحمد وأخيه ساير لخالهم العريس اشتركوا في القناة ولا يسعنا حبتنا الكرام إلا أن ندعو الله لنا ولكم التوفيق ونشكركم على كرم الحضور وطيب الاستماع وإلى لقاء قريب على الأفراح نجتبع والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة 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 علومي والله انك ما تلام الراس يحمى شيمته والدقن يحمى هشنبه اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة